أقدمت مدرية المشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ على إغلاق محطة وقود الكرة الواقعة وسط مدينة إدلب وذلك بسبب مخالفتها لمعايير سلامة للمزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء معنا الآن عبر الهاتف مسؤول العلاقات العامة بمدرية المشتقات النفطية أحمد سليمان تحية لك أستاذ أحمد حياكم الله وإياكم أهلا نفسكم أستاذ أحمد بداية لو تحدثنا أكثر عن سبب إغلاق هذه المحطة وما هي المدة الزمنية للإغلاق حياك الله بالنسبة للمحطة الكرة هي مخالفة لشروط الترخيف في شكل زخيم موضوع الأمن والسلامي مخالفي تماما بسبب موقعها بين بنايات وعلى دوار يعني على دوقار وسبب الخزانات خزاناتها موضوعة تحت طرق الرئيسية الموجودة في إدلب جانب دوار الكرة فهذه كل الأسباب يعني تعتبر خطرة جدا بحيث لا سمح الله صار انفجار صار اشتعال فهذا يشبب خطورة للمنطقة أو للمكان الموضوع في المحطة والآن المحطة يعني أغلقت تلك الكهائي ونحو الإزالة بإذن الله يعني لا يمكن من أصحاب المحطة استئناف قضية إغلاق المحطة وإعادة فتحها مجددا أغلاق تام لا أغلاق تام بالنسبة للمحطة كرة أغلاق تام بسبب يعني مثل ما ذكرت سابقا من الأمن والسلامي يعني موضوعها خطط جدا وفي وقت سابق صار فيها حريق وصار فيه أضرار مادية بالبنايات المجاورة إلى والحمد لله يعني قصصت الأضرار المادية وبعض الإصابات الخفيفة فنحن ما يعني ما بدنا يصير أضرار كبيرة لحتى يعني مقوم بإزالة أفضل إزالة من داخل المدينة أو على داخل الأبنية وهي يعني بكل فترة بتخبب أزنات بتخبب يعني إجلحان بمنطقة دوار الكرة فهي أشابة بآخر يعني لأغلاقها نعم أستاذ أحمد يعني هل تم انذار صاحب المحطة وما هي الإجراءات التي تمت تخاذها يعني قبل عملية التشميع يعني كيف تتخذون الإجراءات في مثل هذه الحالات الإجراءات مشنات بالشهر الثامن 2022 أصدرنا قرار أصدرت لأسل الحكومي قرار بإرغاء كافة التراخيس المتعلقة بالمحطات وهذا القرار يعني يعتبر إرغاء لكافة التراخيس السابقة ووضع شروط مبدئية للتراخيس في الشهر الخامس أو في الشهر الثالث نهاية الشهر الخامس 2023 أصدرنا تعميم بطراخيس جديدة للمحطات والتعديل على التراخيس السابقة نعم وبعد أصدر هذه الشروط كانت المحطة الكرة وبعض المحطات الموجودة أو بعض البسطات الموجودة في إدلب مخالفة للشروط وما بتطبق شروط الأمن والسلامي وشروط الأبعاد والمساحات تم انزار المحطة بشكل رسمي من قبل دوريات الرقابة دورية الرقابة ذهبت للمحطة للموجودين بالمحطة أصحاب العمل وانزاروهم تقريبا من مدة 10 إلى 15 يوم تم انزارهم أن المحطة بعد 10 إلى 15 يوم ستتشمع وتنزال من مكانها طبعا علينا إيقافها وتشميعها والإزالة عن طريق مديرية الخدمات في إدلب مسؤول العلاقات العامة بمديرية المشتقات النفطية أحمد سليمان شكرا جزيلا شكرا على هذه التوضيحات